يعني أبدأ معك بفكة المتغيرات في هذه الزيارة جو بايدن في المنطقة العربية والشرق الأوسطية لمدة خمسة أيام ما الذي سيتغير في ملفات هذه المنطقة بعد مغادرته؟ أولاً الثابت من هذه الزيارة أن النات المتحدة لا تستطيع كما ذكرت في الماضي الانسحاب من المنطقة والتركيز على المنطقة الأخرى في العالم باعتبارها دولة عالمية تحتاج أن يكون لها علاقات متواصلة مع مناطق الحساسة في العالم المتغير أن الدول الأمريكي لن يكون بنفس القدر العملياتي سيظل سياسياً متوفر سيظل هناك دعم أمني إنما لن تشاهد المتحدة عملياتياً في ممارسة عسكرية بكثافة في مرحلة قادمة ومن ثم بصرف النظر العام قيل اليوم وما سيقال في الآيام القادمة أول شيء سيتم مراجعته خلال الزيارة ومن بعدها التوازن في المواقف الوطنية في القضايا الأمنية وارتباط ذلك بما يسمى بالغطاء الأمني الأمريكي من عدمه هذا هو المحق الأول والأهم من تلك الزيارة بصرف النظر أن كل طرف له أغراض مختلفة كان ذلك الطرف الأمريكي الإسرائيلي الطرف العربية أو حتى إيران الشاهد من بعيد